أنا عندي تصرحات مهمة لكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص هذه المباراة خلينا نروح نشوفها ونرجع مرة تان الحمد لله طبعاً يعني حاجة كويسة للنادي وحاجة كويسة للقرى المصرية نبني عليها بإذن الله عارفين كويسة أننا برضو عندنا مباراة صعبة بكرة مع فرقة المريخ فرقة محضرة كويس جاية بدري عندها لعيبة جديدة نضمت لها زودتهم قوة على قوتهم ثلاثة أو أربعة لعيبة عارفين على ضراءة كمان بالكرة المصرية بشكل عام والكرة الأهلوية بشكل خاص فعارفين المباراة بكرة مش تبقى وراءة سهلة وراءة صعبة أكيد هل تنسيت تجديد الدوافع يعني بعد المحفل العالمي والمشاكل في السلام العامل عندي أنت داخل البطولة أنت أيضاً كالنادي المطالب فيها بالمركز الأول والبطولة نفسها يعني خلينا نقول دايماً أن أنت حلو أول الأرقام وحلو أول النتائج وحلو أول البطولات لكن المباراة بتاع المباراة مش عايزين نقف عنده كتير خلاص اللي حصل المباراة انتهى خلص بحلو مره الحمد لله على كل شيء أنا فيه حاجة كويسة لكن بتستعد الحاجة تانية وحاجة جديدة يعني الدوافع عند اللايبة لازم تكون حاضرة ولازم تكون موجودة الاستعداد اللي بطولة هي هتبقى قوية جداً يمكن باستثناء إحنا والمريخ والوداد وكيزر سيفز هم اللي مرعبوش بس في في 16 فرق لكل لعب كل شاهدنا وشفنا المستويات قريبة جداً من بعض شفنا يعني فرق ممكن تكون لسه ما بقاش ما حضرتش بشكل كبير في السنين الأخيرة في الدور المجموعات أو البطولة أفريقية بشكل عام لكن بتقدم مرضوط كويس قوي في البطولة الحدل فهنا عارفين كويس ان المبارات بكرة تبقى صعبة والبطولة كلها صعبة لكن انا بقول دايماً ان البطولة الأفريقية بتتخذ على مراحل يعني خلينا نفكر نحترم الناس نحترم الخصم نحترم المنافس لان هو يستاهل كده لان له مكانه وتاريخه في البطولة الأفريقية عندنا مجموعة من الغيابات ومعموعة من الإصابات ده حقيقي لكن في نفس الوقت عندنا سيقف كل للناس الموجودة وانا دايماً اقول ان القيمة لازم تكون تقيلة عشان كده لان انت طالما هتلعب في الدوري عدد مباراة كبير هتلعب في أفريقيا عدد مباراة كبير لازم هتتعرض لغيابات هتتعرض لإيقافات هتتعرض لحالة فنية هتتعرض لراحة بالتأكيد لازم هتتمر بدا فلازم القيمة كلها تكون تقيلة وقوية فالحمد لله ربع من الواسقين جداً في المجموعة ككل كابتان سيد لفتا طيباً يعني مسؤولي الناد المريخ السوداني النهاردة بتكريم الناد الأهلي بحصوله على الميدال البرونزية وقالوا ان ده يعني انتظار مش لباصر بس دالي القرى الأفريقية واللكرى العربية دي حاجة كويسة وهم أخواتنا بالتأكيد وكان الاجتماع الفني ممكن لو انت شفتوه كان أكثر من رعا وممتاز في أجواء هيلة جداً يعني ده مش جديد عليهم ولا جديد علينا كابتان سيد سؤال يا خير معلش يعني عايز عارف ساهرة انتقاط بعد نجوم الآلي الصابقين لبعض اللاعبين أو الجهاز الفني أو الأداء الألب صف عامة كابتان سيد شايفو زيو حاجة جديدة عن نادي الآلي نحن نشوف لعيبة النادي الآلي بتنتقد سواء اللاعبين أو جهاز أو أداء بص انا يعني مش عايزة اروح لنقطة تانية غير النقطة انا شايف انها ممكن تكون فرعية مش في صلب الموضوع يعني عندنا مبراه صعبة جداً خلينا نحضر لها يعني لكن ايان كان انا اثق تماماً في كل اللاعب الموجودة اثق في امكانياتهم وقدراتهم وطريقة تفكيرهم يعني عندنا مجموعة من اللاعب الرائعين جداً على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الزهني كمان يعني سواء كان المحترفين يعني يعني مين يقول دولي يعني معلو ده واحد مبقاش من الناس اك انها اللاعبة الاهلوية المولودة ومتربية في النادي الاهلي او 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 حتى ديانج اللي لسه موجود من السنة اللي فاتت بجانب بالتأكيد بوالية وبدر بنون اللي بياخد يعني خطوة بتبقى كبيرة جداً جداً في مشواره اتمنى لهم كلهم التوفير لكن زي ما قلت لك يعني انا اهم حاجة في شغلي تحديداً يعني ان المجموعة كجل داخلية ان تبقى مستقرة وتبقى هيلة وتبقى ورايبة من بعض اللي بيحصل خارجي ده انا هقبل واقدر اواجه يعني المهم عندي الاستقرار الداخلي شكراً